بالختام عندي كلمة الوطن ابنهنا وأبناؤه يقاتلون بالخنادة دفاعا عن وجودنا وقاعنا عن نسائنا حتى ما تنباع بسوق النخاس وحتى ما يعود البلد إلى القرون الوسطى تحية للذين يقاتلون وهم ما سألين لا على امتيازات ولا على تحسين معيشة وهم عايفين عوائلهم وبعضهم والله يسكن حتى ببيت من تنك وبعضهم يسكن بالإيجار وما عنده يدفع واللي عنده مريض واللي عايف عائلته واللي عنده كومة التزامات دعوة لكل أصحاب الهمة والإحساس واللي عنده محاسيس حية اسألوا عن أولئك الأبطال ضمدوا مواجعهم ضمدوا مواجعهم فبدونهم والله ما كنتم تجلسون بمكانكم وتتمتعون بثروات الدولة ولولاهم لكنتم تقفون بالضد من الواقع السياسي خارج أسوار الوطن المطلوب اليوم من الكل يوقف ويا هؤلاء الأبطال حتى لو بكلمة من أجل توفير دعم معنوي للمقاتلين بساحات المعارك حتى ينسون آلامهم اللحظة اللي يشوفون شعبهم واقفوا إياهم وينتظرون منهم خبر يفرحهم والله ننتظر خبر يفرحنا وإن شاء الله الفرحة على إيد قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي وابناء أشائرنا الأبطال شكرا لكم مشاهدين وإلى اللقاء